طيب معنا خبر مهم جدا بقى احنا بتكلم على ادارة المنشآت الرياضية وازاي تقدر تدير منشآت الرياضية في الفترة القادمة بشكل مختلف اولا كشكل اقتصادي كشكل رياضي كشكل تسويقي كمان في المنتج الرياضي او حتى كمان البنية التحتية بالنسبة لي المنشآت الرياضية في الفترة القادمة الخبر هنا متعلق بقى بفروع سيتي كلاب في محافظات مصر كلها خلال الفترة الاخيرة خلال الافتتاح الجزء لفرع سيتي كلاب في بنها وزير الرياضة قال النهاردة تصريح مهم جدا قال نسعى لتطوير استادات مصر بالتوازي مع مراكز الشباب افتتح الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضة فرع نادي سيتي كلاب ببنها افتتاحا جزئيا برفقة الدكتورة ايمان ريان نائب محافظة الاليوبية والدكتور محمود السبروت مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وبعد اعضاء مجلس النواب بالمحافظة كان في استقبال الوزير خلال افتاحه كل من سيف الوزيري العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة شركة استادات القابضة والمالكة لمشروع أندي سيتي كلاب والعميد محمد دامورجان نائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات قال الدكتور اشرف صبحي ان جهود الوزارة مستمرة في تطوير البنية الانشائية التحتية الرياضية بالتوازي مع تطوير مراكز الشباب وفقا لرؤية القيادة السياسية والتي تراعي الابعاد الاقتصادية لجميع فئات المجتمع وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة الذي يخدم الاسر المصرية وذلك من خلال التعاون مع شركة استادات القابضة مشيرا إلى أن المستفيد من هذا التطوير وتلك البنية هو المواطن المصري حيث سيتم تقديم خدمات رياضية واجتماعية تناسب جميع المواطنين في محافظات مصر المختلفة تناظر المقدمة لأفضل الاندية الكبرى بالقاهرة والجيزة والاسكندرية أشهد دكتور اشرف صبحي بتجربة شركة استادات القابضة بإنشاء سلسلة اندية سيتي كلاب بمختلف محافظات مصر والتي أصبح لها عظيم الأثر في تطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحولها إلى أحد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى مشيرا إلى أن وزارة الرياضة تسعى لتطبيق خطة استثمارية شملة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية بالإضافة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة اتصاقا مع رؤية الدولة بتحسين حياة مواطنيها وأبدأ الوزير إعجابه الشديد بكم الأعمال الهائل الذي يجرى تنفيذ داخل فرع سيتي كلاب بمدينة تابنها والذي سيكون صرحا رياضيا عظيما يخدم أهالي مدينة بنها والمدن المجورة لها ومن جانبه أشار المهندس سيف الوزيري إلى أن العمل لا يتوقف ومستمر في جميع فروع أندية سيتي كلاب وسيتم افتتاح الفروع تباعا لتكون متاحة للأعضاء وللاستفادة بالخدمات المميزة وقال سيف الوزيري أنه سعيد للغاية بافتتاح نادي سيتي كلاب في مدينة بنها بمحافظة القليوبية والتشغيل التجريبي للفرع واعدا بمزيد من العمل حتى نقدم الصورة على أكمل وجه مضيفا هذا أقل الشيء نقدمه لشعب القليوبية نحن جئنا من أجل خدمة الناس ونعد الجميع بتقديم أفضل الخدمات بينما قال العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات أنه شاهد اليوم بنادي سيتي كلاب في مدينة بنها المعنى الحقيقي لمفهوم النادي الاجتماعي والثقافي والرياضي والمجتمعي بجانب الخدمة المجتمعية بتطوير استاد المحافظة بالاتفاق مع محافظة القليوبية وعقب الافتتاح تفقت وزير الرياضة بفرع سيتي كلاب بنها صالة اللياقة البدنية والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة الترفيهي مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة المنشآت داخل فرع بنها على غرار الفروع الأخرى خبر مهم جدا يعني في الحقيقة مجهود كبير جدا بتقوم بيه شركة استادات القابضة هذه الشركة الوطنية وكمان مسؤولي للشركة ديه في ظل الاهتمام الكبير جدا من نظارة الشباب والرياضة واهتمام الدولة مجهود كبير جدا لازم نحييهم عليه ونتمنى لهم يرب كل التوفيق سأل أستاذ سيفل وزير العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة استادات القابضة والمالكة المشروعة عندها ساتي كلاب اللي في الحقيقة مشروعة مميز جدا جدا بنشوف نتائجه على أرض الواقع وكمان العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استاداتنا نتمنى لهم يا رب كل التوفيق